اليوم سنعمل لقمة الباشا بأكثر من طريقة للكيتو دايت والنباتيين والمرضى السكر والجميع الأنظمة بمكونات مختلفة مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم سنعمل وصفة كثير سهلة وبسيطة يضع الوصف كريمة جوز الهند في منها حليب وفي منها الكريمة الكريمة ألز بالطعم حسب الزوق كريمة جوز الهند مناسبة للنباتيين والكيتو دايت والمرضى السكر حليب البقر كامل الدسم 4% كما تشاهدون لكنه غير مناسب للكيتو دايت ولا للنباتيين كريمة الخفق هي مناسبة لحمية الكيتو دايت وليس للنباتيين 1 لتر كريمة الخفق 3 معالق كبيرة ستيفيا التحلية الكمية والنوع اختياري حسب نظام كوم الغزائي 3 معالق كبيرة ماء ورد هذا هو الجيلاتين البقري هذا تركي هذا حلال متوفر عند العطارين مثل ما انتو شايفين 4 معالق جيلاتين كبيرة 50 جرام بتطلعوا تقريبا نضع واحد كوب ماء ساخن وتقليب جيد وضع الماء والجيلاتين على الكريمة وتقليب جيد هيك اصبحت جاهزة الوصفة نضع مبشور جوز الهند ونسكب الخليط ممكن استخدام اي وعاء او اي قالب متاع عنكم حسب زوجكم بنوضحها بالتلاجة اربع ساعات قبل التقديم والتخزين دائما يكون بالتلاجة ايضا احنا هيك نسكب اي وعاء متاع عنا وهذا الوعاء موجود في مبشور جوز الهند بالاسفل بنسكب فوق منه هيك اصبحت جاهزة على التلاجة النباتي الطريقة النباتية الماء كمية غير محدودة ماء ساخن بنوضع بالخلاط بنوضع جوز الهند جوز الهند الكمية غير محدودة المهم الخلاط يقدر يقاوم تقريبا لمدة خمس دقائق بنشغل الخلاط حتى يطلع الزيت والحليب منه بنصفيها بقطعة قماش تكون نظيفة اعادة استخدام مبشور جوز الهند للتزيين ممكن ممكن نستخدمه تاني للخبز ممكن ايضا واحد لتر حليب جوز الهند خمسة كوب تقريبا واحد كوب نشاء الزرة مية وعشرين جرام بنقلب جيد واحد كوب سكر عادي او اربع معالق كبيرة بديل السكر ستيفيا ستيفيا ولكن انا وضعت ستيفيا ستيفيا وضعنا وضعت ستيفيا التحلية الكمية والنوع هو اختياري حسب زوجكم حسب نظامكم حسب شو انتم متعودين الحرارة دائما تكون متوسطة يمكن استخدام كريمة جوز الهند المعلب اذا كانت متاحة لازم الامر بنزيد عليها ماء ماء ورد اربع معالق كبيرة نضع مبشور جوز الهند في الوعاء وبنقلب دائما انا بقول بديل السكر هو اختياري لانه حتى الستيفيا في منه انواع في منه انواع لانه عشبة الستيفيا هي فيها مرار متل هيك لازم تكون عندما تصبح سميكة تكون جاهزة لكن في بعض شركات بتعالج الموضوع هذا وبترفع المرار منه حسب اللي بتوفر عنكم عشان هيك بقول حسب زوجكم حسب نظامكم الغذائي وبنسكبها بنوضع مبشور جوز الهند وبتركها تبرد بعد ما تبرد بنضعها بالتلاجة اقل شي اربع ساعات قبل التقديم هيك اصبحت جاهزة بعد اربع ساعات هذه البلجلاتين بنقطعها ونقدمها داما تخزين بالتلاجة يكون ممكن نقدمها بالشكل اللي انتو بتحبوه انا حافر جيكو اكتر من شكل بالتقديم ممكن نزينها بالمكسرات حسب زوجكم نوع المكسرات وهذه بالنشا هذه للنباتيين هذه للنباتيين وللناس العادية تنتين اربع من بعض حسب نظامكم الغذائي وهذه بالقالب الصغير مجرد افكار وانتم اعملوا المناسب للكم وهذه اللي سكبناها بالصحن ممكن لو وضعناها احنا على ورق زبدة بكون افضل ممكن نوضع الحشوة متل ما بدنا انا حابد فقط افرجيكو خيارات ممكن نلفها رول ممكن نحشيها شو ما بدنا نحشيها ونقطعها الى قطاع متل هيك متل ما انتو شايفين التزين متل ما حكينا هو اختيار التزين ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة وكل الوصفات هل بتناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص ممكن نوضع عسل انا اليوم عندي اليوم مفتوح انا ساوضع العسل اليوم بدي ادلع نفسي شوية اليوم خلينا نتزوقها الله الله صراحة اكتر من روعة اتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت التعليقات لانو رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا قناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائب من شان يوصلكم كل جديد في امان الله